أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفص ولا فصوط ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدت من عرفات فاذكروا الله عند المشأر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيد من حيث وفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر فلا يسمع عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليوسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته لعزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه اهتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خدوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا إن يأتي يوم الله في زلال من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَجِّنَا وَمَنْ يُبَدِّلْ يَعْمَدَ اللَّهِ مِمْ مَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْوا فَرْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنسل وعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين ودوه من بعد ما جاءتهم المينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمَحَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ فَلَوْمِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَابُ وَالدَّرَّابُ وَالسُلْسِلُوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قُلْ مَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَنِيكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ لَحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ كِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَالصَّدُّنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ لَحَرَامِ وَيَفْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ رِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَغْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَيْكَ حَدِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا وَخَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّ فِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِبُونَ قُلْ لِلْأَفْوَعَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةُ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِتُوهُمْ فَيِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُبْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا عَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن ولا أمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكيح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب الطوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرس لكم فأتوا حرسكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملابوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَفِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا وَاللَّهُ عَزِّيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإنساكم بمعروفنا وتصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعددوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تخل له من بعد حتى تنكيحا زرزا غيره فإن طلقا فلا تناح عليهما أن يتراجعا ومن ينزلنا أن يطيبا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا أطلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد صلى نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروني أحمد الله عليكم وما أنسل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة يغزكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعز به من كان منكم يؤمن بالله وليوم الآخر ذلك ما أزكى لكم وأتهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضع من أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا أسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الموارس مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا دناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا دناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وابتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصيرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا أبلغنا جلهن فلا دناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيرا ولا دناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا طولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا دناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمصوهن أو تفردو لهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقدر قدره مداعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمصوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسب ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيديه وقدت النكاح وأن تعفو أقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله طانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجهم وسيئة لأزواجهم متاعني للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم دي المعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديادهم وهم ولوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقادلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قردنا حسنا فيضاعفه له أضعفا كثيرا والله يقبط ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنا من كلهم وبرس لنا ولكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيت من كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من بيارنا وأبنائنا فلنا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بأث لكم طولوت ولكا قالوا أنا يكونوا له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واصع عليم وقال له النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك عالو موسى وعالو هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مغتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني ومن لم يدعنه فإنه مني إلا من غطرف غرفة بيدي فشربوا منهم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مغتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني ومن لم يدعنه فإنه مني إلا من غطرف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه والذين آمنوا معه قالوا لا قا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يسنون أنهم ملاقوا الله كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا نفع الله الناس بعدهم بمعد فسدت الأرض ولكن الله ذوقت لنا على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين